السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترجف راجفة تتبعها راجفة قلوب يومئذ مواجفة أبصارها خاشعة يقولون أئلا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما لخرة قالوا ترك إذا ترت الخاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ماداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إن له طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لك على الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سراه وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإلا الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقوم ربه ولها النفس عن الهوى فإلا الجلة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إن لما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر